لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسمة لوحدها تقدر توصل لأي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة هنبتدي نشرح مع بعض منهج connect plus primary three او الصف السالس الابتدائي term one term الاول كل سنة وانتم طيبين وطبعا منهج connect plus term الاول لسنازل السنادي اول حاجة في الكتاب طبعا هو مكان name والschool والclass والschool year طبعا تاني حاجة عندنا في المنهج contents او المحتوى اول حاجة let's remember دعنا نتذكر وده بيكون revision على الاجزاء اللي خدناها في السنين اللي فاتت theme one او المحور الاول who am i who am i او من اكون والمحور ده بيتكون عن living healthy living healthy او ان احنا نعيش بصحة جيدة living healthy وهو بيتكون من three units او من ثلاث وحدات unit one at the track at the track او على المصار على المدمار unit two body matters body matters او اجزاء الجسم unit three what's on your plate what's on your plate يعني ماذا يوجد في الطبق الخاص بك طبعا بيكلم عن الفود بعدين في review او مراجعة بعدين في عندنا non-fiction reader او قصة غير خيالية واسمها hospitals hospitals او المستشفيات بيكلمنا فيها عن hospitals او المستشفيات theme two او المحور التاني اسمه the world around me the world around me او العالم من حولي taking care of our world taking care of our world او الاعتناء بالعالم بتاعنا وبيتكون من three units او من ثلاث وحدات unit four in the wild in the wild او في البرية unit five all about water all about water او كل شيء عن المية unit six what is a flood what is a flood يعني ايه فيضان وطبعا هنا بيكلمنا عن الفيضانات والحاجات اللي بتحصل في الطبيعة حوالينا وبعدين في review two او في المراجعة التانية وبعد منها في fiction reader fiction reader او قصة خيالية واسمها فارس and the fish فارس and the fish او فارس والسمكة يلا نروح للجزء الاولاني طبعا theme one who am i من اكون living healthy living healthy او ان احنا نعيش بصحة جيدة اكلمنا طبعا في المحور ده اذا نعيش بصحة جيدة من اول من احنا ناكل healthy food او طعام صحي وازاي لازم نلعب sports او ازاي نلعب رياضات مختلفة او نلعب رياضة وازاي كمان نعمل healthy habits healthy habits او عادات صحية هنتكلم في theme ده او في المحور ده بشكل مفصل عن الحاجات دي وكمان بشكل ممتع جدا طبعا unit one at the track at the track او على المصار على المدمار على طريق السباء زي ما احنا شايفين هنا في track او في مصار للسباء اصحابنا بيجروا عليه وجنب التراك هنلاقي فيه اصدقاء تانين لنا بيلعبوا other sports او رياضات تانية وطبعا ده بيكون اسمه sports event او حدث رياضي فهنا صديقتنا بتقول today we are at the track النهاردة احنا على مصار السباء there is a big sports event there is a big sports event فيه هنا حدث رياضي كبير lots of athletes from different schools lots of athletes from different schools رياضيين كتير من مدارس مختلفة are competing بيتنافسوا look, انظر they are wearing red هما لابسين هدوم لونها احمر blue, ازرق green, اخضر and black, and black, and black and black with a sword there are competitions فيه هناك منافسات in running في الجاري there are competitions in running فيه هناك منافسات في الجاري jumping and throwing and throwing و القذف كمان انهما يرموا الحاجات يرموا كرات معينة وحاجات معينة لمسافات بعيدة i am watching the long jump أنا بتفرج على القفزة الطويل I think أنا أعتقد the athlete الرياضي wearing red اللي لابس لون أحمر will win will win هيفوز يبقى مرة تانية today we are at the track there is a big sports event lots of athletes from different schools are competing look they are wearing red blue green and black there are competitions in running jumping and throwing I am watching the long jump I think the athlete wearing red will win طبعا يا أصحابي لازم نتدرب كويس جدا على الريدنج وعلى الريتنج كمان لأن احنا خلاص كبرنا والمفروض المفروض السنة الجاية هينكون عندنا exams أو امتحنات ان شاء الله وهتقيس القدرات بتاعتنا ومستوانا فلازم نكون شاطرين وفي الريدنج والريتنج علشان كده لازم نتعلم نحن نعمل بوز على الفيديو أو نوقف الفيديو ونحاول نقرر وحدنا وبعدين نشوف احنا بنقررها ازاي صح ولا غلط ونسمع الفيديو مرة تانية وهنا بيزي بي صديقتنا العزيزة بتقول لنا read and circle read اقرأ and circle وضع دقرة حول الإجابة الصحيحة فهنا بتقول لنا أول حاجة I am at sports event today with mommy and my brother أنا النهاردة في حدث رياضي مع أمي وأخي some athletes بعد الرياضيين ولا medals ولا الميداليات are running المفروض بقى some athletes ولا medal لأصحابي are running athletes رياضيين medals ميداليات الميداليات اللي هم بيكسبوها مين المفروض تكون الإجابة الصح شطرين some athletes are running the track المصار المصار بتاع السباء ولا the athlete الرياضي is 800 meters around the field هو 800 متر حوالين الملعب يبقى the track ولا the athlete شطرين طبعا the track المصار بتاع السباء طوله 800 meters around the field أو 800 متر حوالين الملعب the race السباء ولا the ball الكرة is exciting exciting هي شيقة السباء شيق ولا الكرة شيقة احنا بنكلم هنا على السباء ولا على كرة شطرين طبعا the race is exciting السباء مسير the athletes الرياضيين are running very quickly بيجروب سرعة كبيرة I hope وليد أنا أتمنى أن وليد wins ولا throw today wins يعني يفوز وthrow يعني يرمي today I hope وليد wins ولا throw today طبعا أنا لما أتمنى أن واحد بيفوز ولا أتمنى أن هو يرمي النهاردة شطرين طبعا لما أقول I hope يبقى أنا أتمنى له أن هو wins يفوز today النهاردة there is a throwing competition النهاردة فيه مسابق رمي two item you have two يجب عليك أن throw أن أنت ترمي ولا jump أن أنت تقفز the ball as far as you can أن أنت ترمي ولا أنت تنط الكرة أبعد مكان تقدر توصله يبقى في throwing competition أو في مسابقة الرمي المفروض أننا نرمي ولا أن نط الكرة أبعد مكان نقدر نوصله شطرين you have to throw أن يجب عليك أن ترمي the ball الكرة as far as you can لأبعد مكان تقدر توصله three meters ثلاثة متر is a good هي كويسة race ولا distance race يعني سباء و distance يعني مسافة for throwing the ball لرمي الكرة سطرين طبعا three meters is a good distance هي مسافة كويسة إن أنت ترمي فيها الكرة someone شخص ما measures be ease ولا competes be naffes how far the athlete threw the ball أدئي الرياضيين رموا الكرة يبقى هو be measures ولا be competes measures يعني يقيس و compete يعني ينافس شطرين طبعا measures measures يقيس في شخص ما بإيس المسافة اللي بيرميها كل واحد من الأثليت اللي بيلعبوا لعبة throwing أو رمي that athlete هذا الرياضي competed نفس ولا measured as in a sports event and won في حدث رياضي وفاز يبقى that athletes competed ولا measured competed يعني نافذ وmeasured يعني ass شطرين competed هو نافذ في حدث رياضي أو in a sports event and won وفاز بالفعل ون طبعا ما دي win ما دي بتاع win he can هو يستطيع jump يقفز ولا distance مسافة really high really high عالي فعلا he can jump ولا distance شطرين he can jump really high وفعلا يقدر يقفز عالي فعلا now الآن he is getting a دلوقتي هو بيحصل على a track مصاري السباق ولا medal medal medelية الفوز يبقى now الآن he is getting a شطرين medal medal اللي هي medelية الفوز ونتنال الجزء اللي بعد كده خليكم معي وهنا أصحابنا بيزي بي بتقول لنا think فكر and say وقل فإن أصحابنا بيكلموا عن إيه الحدث الرياضي اللي هما بيحبوه what sports events do you like إيه هي الأحداث الرياضية اللي انت بتحبها what sports events do you like فهي بتقول I like throwing I like throwing أنا بحب الأحداث الرياضية اللي فيها لعبة الرامي فهو بيقول لها I like jumping I like jumping أنا بحب الأحداث الرياضية اللي فيها لعبة القفز طبعا من الكلمات المهمة اللي لازم نعرفها كويس athlete athlete يعني رياضي رياضي شخص رياضي athlete compete compete يعني ينافس compete distance distance يعني مسافة distance jump jump يعني يقفز jump jump measure يعني يقيس measure medal يعني ميدالية ميدالية تلفوز middle race يعني سباق race through يعني يرمي يعني يقزف through track يعني مصار السباق track when when يعني يفوز when event event يعني حدث event وزي ما احنا شايفين هنا بيزي بي بتقول لنا lesson read and say اسمع انا هقرأ زي وبعدين انت هتقرأ لوحدك وتقول كمان اول حاجة في الصورة الاولانية هنا مكتوب تحت منها طبعا فيها three athletes او ثلاث رياضيين هيجروا هيسابقوا بعض مكتوب تحت منها i think the athlete wearing the green t-shirt will win انا اعتقد ان الاثليت او الرياضي اللي لابس green t-shirt ده حيفوز will يعني سوف win يعني يفوز وخلي بالكم من كلمة will يعني سوف لما بنتكلم عن حاجة هتحصل في المستقبل بنقول عليها will او سوف لسه ما حصلتش يبقى مرة تانية i think the athlete wearing the green t-shirt will win انا اعتقد ان الرياضي اللي لابس green t-shirt will win سوف يفوز في number two مكتوب تحت منها i think our school انا اعتقد ان مدرستنا will get a medal today هتحصل هتحصل على مدرستنا على مدرستنا فوز today النهاردة يبقى مرة تانية i think our school will get a medal today اعتقد ان مدرستنا هتحصل على مدلية فوز النهاردة number three will it be a good competition will هل سوف لما اجيب will في اول الجملة واجيب فيه علامة استفهام في الاخر فبالتالي هنا انا بسأل سؤال وبيكون معناه هل سوف لما اجيب will في اول السؤال واكمل السؤال عادي واجيب في الاخر الquestion mark او علامة اللي استفهام ده معناه ان انا بسأل على حاجة هتحصل في المستقبل وبيكون معناه هل سوف فهنا بيقول لنا will it be a good competition هل هي هتكون منافسة جيدة will it be a good competition هل هي هتكون منافسة جيدة will it be a good competition هل هي هتكون منافسة جيدة في number four بيقول لنا هنا it won't هي عبارة عن will زائد not will زائد not يعني لن يحدث في المستقبل لن يحدث في المستقبل بنختصرهم مع بعض الاتنين وبنكتب won't w-o-n apostrophe t يعني لن يحدث في المستقبل يبقى it won't be easy to win today مش هيكون من السهل ان احنا نفوز النهاردة it won't be easy to win today مش هيكون من السهل ان احنا نفوز النهاردة we will not اللي هي want برضو بتتكلم فيها عن حاجة في المستقبل بنستخدمها عن حاجة مش هتحصل في المستقبل لما نقول ده مش هيحصل في المستقبل يبقى عندنا will سوف يحدث وده في المستقبل we want او will not يعني لن يحدث وبردو في المستقبل وبكده نكون انهينا الجزء الجميل ده وانهينا معه درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى لاي الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو ما وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته